طيب ما بين إصرار حزب تقدم على مرشحيه شعلان الكريم وإصرار الإطار التنسيقي على مرشح بديل عن الكريم يعني كيف سيكون الحال يعني عملية ستكون عملية كسر الإرادات وهي من خلال عملية التصويت ومن يحصل على النصف زائد واحد سيكون هو رئيس مجلس النواب لا يستطيع طرف أن يلغي حديث أو رؤية الطرف الآخر أو يحاول أن يؤثر على الطرف الآخر طبعا النقطة الأساسية والمهمة هي هنا السيد النائب الأول محسن المندلاوي كيف سيكون إمكانية المناورة أو المحاكات السياسية التي يستطيع من خلالها المضي بهذه الجلسة والذهاب بانتخاب رئيس مجلس النواب هذه أيضا ستكون مهمة للسيد المندلاوي ومهمة ربما لن تكون سهلة في ظل عدم اتفاقات سياسية وعدم رؤية سياسية بين الكتل السياسية على مرشح واحد وإنما ستكون عملية كسر إرادات بين الكتل السياسية طيب للخروج من هذه الجلبة والإشكالية هل تتوقع أن يكون هناك اتفاق ربما داخل البيت السني على مرشح واحد للذهاب إلى قبة البرلمان؟ يعني لحد هذه اللحظة كل التسريبات والجلسات والذين عرفوا أنه ليس هناك اتفاق على اسم محدد بقدر أنه هناك أطراف سياسية جلست وتفاوضت خلال الأيام الماضية ولكن أيضا أكرر لك كان كل حديث يتم أنه ما بعد قرار المحكمة الاتحادية تعرف أنت قرار المحكمة الاتحادية لم يصدر لحد الآن جلسة السبت إذا ذهبت طبعا تقدم سيدعم مرشحه السيد شعلان الكريم العزم سيدعم مرشحه السيد محمود المشهداني مع الدعم الأساسي من الإطار التنسيقي السيد سالم العيساوي أيضا سيكون له الدعم من كتن سياسي انتخابته في الجولة الماضية خصوصا أنه حصل على نسبة عالية في الانتخابات الماضية هذه كلها تكاهنات وكلها توقعات وكلها لن نستطيع أن نتزم بها حتى يأتي يوم السابت الساعة الحادية عشر وما بعدها صباحا وكيف ستكون الرؤية وهنا كما قلت لك أكرر السيد المندلاوي إدارته للجلسة وكيف سيمضي بعملية الانتخاب أم سيؤجل هذه الفقرة إلى ما بعد صدور القرار للمحكمة الاتحادية